ليس زيارة عديحة تحمل معها أفق للحوار أو على الأقل محاولة لتسهيله تحاول باكستان التوسط بين الرياضي وطهران مستغلة علاقاتها الجيدة مع الطرفين لكنها محاولة دونها عقبات جمة منها ما هو متعلق بتعقيدات الملفات الإقليمية ومنها ما هو متعلق بالتدخلات الأمريكية الإسرائيلية وبغض النظر عن المعوقات فقد استقبلت طهران المبادرة الباكستانية بإيجابية وترحيب نؤكد أن النوايا الحسنة ستقابل بنوايا حسنة ومفتاح حل مسائل المنطقة يكمن في إنهاء حرب اليمن وهي بداية جيدة لحل مسائل المنطقة والحوار السياسي بين دول المنطقة هو الطريق إلى الحل يؤكد رئيس وزراء باكستان عمران خان أن مساعيه الخاصة تهدف إلى منع نشوب حرب بين إيران والسعودية بالرغم من اعترافه بصعوبة التوصل إلى مقاربة تجمع الدولتين على نقاط التقاء أكثر مما يفرقهما نحن لا نريد حربا بين السعودية وإيران وصحيح أن الموضوع معقد لكن يمكن أن يحل عبر الحوار وعندما أذهب إلى السعودية يوم الثلاثة سأؤكد على مبادرة باكستان لأن الحرب سيكون لها تبعات سلبية على المنطقة إلا أن المتغيرات الإقليمية وتغير المعادلة العسكرية في حرب اليمن عاملان رئيسيان لدفع السعودية إلى إعادة مراجعة حساباتها إقليميا برأي بعض المراقبين كما يبدو هناك في تغيير في النحج أو في الرؤية وإذا كانت هذا صحيح فأعتقد أن الوساطة الباكستانية سيؤثر رغم أن إيران أعلنت برارا بأنها بالنسبة لها ودول الجوار لا يحتاج إلى أي وسيط اليمن هي كلمة السر لأي حوار إيراني سعودي لذا فإن الحل يكمن في وقف الحرب وانتهاج الطرق الدبلوماسية والكرة في ملعب الرياض والمفتاح في يدها إذا كانت جادة في رغبتها بتخفيف حدة التوتر في المنطقة هكذا يقول الإيرانيون من الحمرية طهران الميادين